مرحبا فيكم في حالة واقعية جديدة من الصيدلية نحكي فيها في البداية عن أكزيم الأطفال اللي بتظاهر بشكل جفاف وأحمرار وأيضا شعور بالحرقان والحكة وتظهر في مناطق الدم للجسم بعض الأهل يلجأ إلى استخدام الكورتزونات بكثرة وهذا خطأ شاعي يجب عدم استخدامه إلا عند الإضطرار لذلك واستخدام الخفيف منها الاعتماد الأساسي بيكون على استخدام المرطبات وأيضا الوقاية من المهيجات للأكزيمة مثل العطور والمواد الكيميائية والمهيجات الأخرى ممكن تظهر الأكزيمة مثل ما أننا شايفين في أماكن أخرى بالنسبة لحالة ثانية واقعية في الصيدلية منلاحظ أنه الجدري وهو عبارة عن بثور حمراء معبأ بالسائل تظهر بشكل أساسي في الوجه ممكن تظهر على شكل حمرار في الرقبة أيضا وأيضا في القدمين علاج هاب التلطيفي وهو عبارة عن مضاد هستامين وأيضا استخدام كالمين لوشن شكرا للمشاهدة